موسيقى مساء الخير كلنا بنعيش في الدنيا اكتر حاجة بنسعى لها ازاي نقدر نعيش سعادة مفسوطين متطمينين فطبيعي بنحاول ندور نسد ازاي اي فقد او اي نقص في حياتنا لاننا دايما نربطين بان الشئ المفقود ده هو اللي مخلينا مش سعادة فلوس اولاد اي رزق باشكاله وبنتفاجئ ان حتى النقص لو كمل بيظهر نقص بشكل تاني فبنفضل في دوامة بحث بندور على النواقص ونحاول نكملها علشان نحقق السعادة فالمفاجأة ان العمر بيخلص واحنا لسه متبسطناش وده لسبب اننا بندور على السعادة من مكان غلط السعادة بمفهومها الحقيقي مش مرتبط لا بنقص ولا بزيادة مفهومها الحقيقي هي الطمقنينة اللي بتتوجد من جونا طمقنينة ما تتعرضش مع انك تمر بنقص يوجعك وتحس بسبب بحزن ولا تتعرض مع تعبك ومجهودك في السعي المستمر ولا بتتعرض مع طبيعة الدنيا اللي هي دار اختبار وابتلاق اصلا الطمقنينة دي شعور بيلازم الانسان في كل حالته لحد ما تتحول نفسه لنفس مطمئنة يا اياتها النفس المطمئنة ارجاعي الى ربك راضية مرضية لو لخصنا الدنيا دي بصراعتها بالمطلوب مننا فيها ناقي الهدف اننا نوصل للنفس المطمئنة لكنها مرحلة ما بيديش لوحدها محتاجة خطوات نفهم بيها نوصل لها ازاي ونتعرف من البداية على ايه هي النفس دي اصلا ربنا قال عنها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها وقال عنها كل نفس ذائقة الموت وقال عنها ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فالنفس هي اللي فيها مفتاح الفجور والتقوى وهي اللي بتموت وهي اللي بتتحاسب فالنفس دي هي خلاصتك خلاصة افعالك ونواياك ومشاعرك هي ذاتك ووجودك فمعرفتها ومعرفة تفاصيلها وانواعها وازاي نقدر نتعامل مع كل نوع فيها وازاي نوصل للنفس المطمئنة كل دي ضرورة وهو ده المفتاح اللي خلينا نقدر نكمل في الدنيا في توازن واستقرار نفسي وهو ده موضوع الملف الجديد وحلقاتنا الجاية النفس واسرارها قبل ما نبدأ خلينا نتعرف على مكونات الانسان هو مكون من خمس اجزاء النفس والقلب والعقل والروح والجسد خلينا نقول باختصار دور كل حاجة فيهم وعلاقتهم ببعض النفس نقدر نشبهها كأنها شريحة محطوطة جواك نازل عليها البرمجة بتاعتك فيها المصدر اللي هتتشكل من خلاله سواء بالفجور أو بالتقوى فموجود جواها رغابات الانسان وأهوائه وموجود برضو قيمه ومبادئه فالنفس هي اللي بتأثر على باقي مكونات الانسان قلبه وعقله وجسده وروحه وبتأثرهم ده بيرجع يا نعكس تاني على النفس فترجع تأثر عليهم بتأثير مختلف فهم دايرة مكملة لبعض يعني ايه الكلام ده؟ النفس الأول بتخاطب قلب الإنسان باللي هي عايزها والقلب مش المقصود بيه طبعا عضلة القلب عرفه العلماء بأنه اللطيفة الربانية في جسد الإنسان فيها أسرار الروح والفترة القلب هو موضع القرار فلو القلب سليم بيفلتر الأوامر اللي جاياله من النفس ويبعثها للعقل يترجم الأوامر دي لأفعال والسلوكيات بيظهرها الجسد والحواس كده بقت العملية متكاملة نواية ومشاعر اتطبقت لأفعال والسلوك كانت بذرتهم اختيار مثلا التقوى مش الفجور فالتطبيق العملي ده بيأكد التوجه للنفس فتتزكى وترتقي لنفس درجاتها أعلى مسيطر عليها التقوى مش الفجور وبالتالي القلب بقى سليم أكتر لأن المعطيات اللي ده خلاله يختار منها خيارات الفجور فيها بتقل والتقوى عمالة بتزيد فيترجم العقل كل ده لأفعال الإحسان فيه عمالة بتزيد كل ده تحت مظلة ايه؟ تحت مظلة الروح اللي ربنا قال فيها ونفخته فيه من روحي فإحنا فينا نفخة من روحي الله هي دي اللي بتخلي النفس بالفترة السليمة تميل للتقوى والقلب يميل إن يكون قلب سمين لكن ده بشرط إن الروح تفضل موصولة بالله والوصل ده بالمعرفة وبالصلاة وبالذكر فتحصل البصيرة والاستشعار بمعاية الله ومعاني كتير غيبية كل دي أمور متصلة ببعض وكل حاجة لها دور بتبدأوا النفس وبتنهي بوافتها كل المعاني دي هنعيش فيها مع رحلة دي بإذن الله رحلة النفس وأسرارها وهنبدأ النهاردة مع دفنا الشيخ محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية مبتدين من النهاردة بإذن الله سلسلة حلقات جديدة عن أسرار النفس ودفنا النهاردة الشيخ محمد إبراهيم من علماء الأزهر الشريف أهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ محمد أهلا وسهلا ومرحبا بكم نفع الله بكم ربنا يبارك بحضرتك يا رب حقيقة شيخ محمد اللي خلينا نحاول نفكر إن إحنا نتكلم عن النفس وأسرارها هي فكرة البحث عن السعادة المفقودة كلنا بنحاول في الدنيا دي بندور على إيه ناقص عندنا علشان نعوضه ربطين ما بين النقص والفقد وما بين مفهوم السعادة وبعدين يعني اتعلمنا من خلال يعني كل حلقاتنا السابقة ومن خلال مشايخنا وعلماءنا إن الطمأنينة حاجة تانية غير السعادة فإيه الفرق ما بين الطمأنينة والسعادة يا شيخ محمد أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا ومعلمنا سمعنا وبصرنا وقلبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أمين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعين ومشاهدين حياكم الله أكرمكم وأعزكم وملأ بالإيمان والطمأنينة قلوبكم وحياتكم آمين يعني عندما نتكلم عن الطمأنينة وعن السعادة فالكلام فيها كثير ولو ظل الكاتب يكتب والشاعر يؤلف والمتكلم يتحدث لظل ساعات طوالا يتكلم عن هذا الشأن وهذا الأمر إذ أن الحياة كلها مبنية على سعادة وشقاء وعلى طمأنينة وقلق الأمور المتضادة لكن الطمأنينة تختلف عن السعادة الطمأنينة ثابتة والطمأنينة تنبعث من القلب السعادة قد تظهر على الوجه قد تظهر على النفس قد تعم الإنسان كاملا قد تأتيه في وقت وبعض لحظات يعني كما قال القائل على الدنيا يعني إن أضحكت أبكت وإن حلت أو حلت وإن جلت أو جاء يعني الدنيا السعادة بيبقى لها وقت ربما ولها أسباب يعني مباشرة أما الطمأنينة فلا سعادة بلا طمأنينة فقد يطمئن الإنسان وهو آسف غير سعيد بمعنى غير محقق لما يريد لكن الطمأنينة ثابتة يعني السعادة دي أنا بشبهها بالرطوش بتاعة النقاشة والستاير والحاجات لكن الطمأنينة دي المبنى الأساسي دي الخرصانة والحطان والحاجات الثابتة ولذلك عندما يطمئن القلب وامتدح الله تعالى القلوب المطمئنة قلوب المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم شوف هنا قلوب مطمئنة وهنا المؤمنون يعرفهم الله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم رغم وجود الوجل إلا أن الطمأنينة لازالت وما الوجل بيجي منين شوف السعادة بتختلف إنسان سعيد لحظة تقيل بالدنيا يكشر وخلاص نمى الطمأنينة موجودة لدرجة أنه مع طمأنينة قلبه بذكر الله إذا ذكر الله وجل القلب من شدة الطمأنينة طب إيه المؤسود بالطمأنينة يا شيخ محمد الطمأنينة هي الهدوء الهدوء بقناعة وهي الرضا بأدب وهي الالتزام بنظام وتعبد الطمأنينة هي أن لا يحزن الإنسان على ما فاته وأن لا يزداد فرحه بما أوتي لأن الأمور بيد الله هو مطمئن بأن كل شيء بيد الله كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفضحوا الذي بيده ملكوت كل شيء ولا ترجعون فهنا القلب المؤمن ثبت ثبت على الإيمان ثبت على أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء وعلى أنه إن كل شيء خلقناه بقدر وعلى أنه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فهذه ثوابت أصبحت ثابتة في القلب تشال الدنيا تكركب تروح تيجي هو ثابت ثابت على مبدأه طب يعني الشعور بالحزن يا شيخ محمد ما يتعرضش مع الشعور بالطمئنة لا يتعرض لا يتعرض أبدا لأن الشعور بالحزن والشعور بالفرح والشعور بالألم إنما هي متغيرات لكن القلب هو بيت العقيدة القلب ولذلك إحنا قلنا يمكن مع حضرتك هنا والسادة الأفاضل وما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويلي فاحذر على القلب قلب ده يخاف الإنسان عليه لأنه هو موضع القلب ده نوعين القلب نوعين العضلة اللي هي في التشريح الجسماني للإنسان العضلة اللي هي قال على سيدنا النبي قال وإن في الجسد مضوى إذا صلحت أو صلحت صلحة أو صلحة الجسد كله فإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب العضلة اللي بتضخ الدم وبترجعه وهو 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 لكن الموهبة الربانية والوامضة النورانية واللطيفة النورانية واللطيفة النورانية هي ما نقصده من طمأنينة ولذلك لما تنوعت النفس تنوعت من القلب طيب إحنا قبل ما ندخل في التصنيفات دي يا شيخ محمد هي فكرة ربنا لما قال لقد خلقنا الإنسان في كبد هل الكبد يتعارض مع طمأنينة؟ لا 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 يتعارض أبدا معنى كبد يعني يعني فيه جهاد يعني فيه عمل يعني فيه يقظة يعني فيه تعبد يعني فيه حركة يعني لا تقاعد لا تكاسل لا تخاذل لا تعدي لا إغفال لما ينبغي أن يكون دي معنى كبد يكابد الإنسان لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها فشعره بيقول لا يعرف الشوق إلا من يكابده يفهمه يعلمه فالكبد هنا ليس معناه الشقاء لا وإنما المجاهدة والسعي المستمر الإنسان في قمة سعادته في كبد وفي قمة طمأنينته في كبد والكبد يختلف واحد بيعاني من إيه والتاني بيعاني من إيه والتالت بيعاني من إيه أهل الهمم العالية والراقية وأهل التعبد والطاعة والتقرب الذين طمأنت قلوبهم بذكر الله واطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله هؤلاء نوع تاني عالم تاني في حتة تانية في ناس متقلبة يعني يؤثر فيها أقل الأمور ولذلك عندما تقع المصائب أعاذنا الله وإياكم من كل مصيبة تبعدنا عن ديننا وعن مبادئنا وعن قيامنا عندما تقع للإنسان الأزمات بتختلف هنا تظهر معادن القلوب فأصحاب القلوب الراقية الرقيقة الرقراقة الجميلة المطمئنة إنما يؤلمها ما يبعدها عن الله عز وجل الذين إذا ذكر الله وجلت خافت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا من القلب وعلى ربهم يتوكلون بالقلب فالقلب هنا هو بيت السعادة طيب إحنا بعد التليفون هنسأل نفرق إيه الفرق بين القلب والنفس والعقل والروح المعيني دي وإيه أهدفها ومعفروض نفهم منها إيه وما نفهمش إيه إن شاء الله بس هناخد التليفون بعد إذن حضرتك أستاذة فاطمة سلام عليكم وعليكم السلام يا أستاذة فاطمة وعليكم السلام ورحمة أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أهلا حضرتك أنا فعلا أنا ابني توفى الله يرحمه Sort your Allah بحضرتك لا حوله لك utan إلا بلده قريب يا أستاذة فاطمة هو أول أول العشر بتاع تشهر العيد الكبير العيد الكبير السنة اللي فاتت أهلا العيد الكبير اللي عدنا دلوقتي أهلا العيد الصغير یا حبيت العيد الكبير العشر talvez العيد الكبير السنة اللي فاتت يعني أه أيها يا حبيبتي الله يرحمه يا رب الله يرحمه الله يرحمه وسؤال حضرتك إيه يا أستاذة فاطمة حديث هو فعلا أنا حسن بتؤمن أننا مطمئنة يعنن هو في الجنة إن شاء الله هو عمره قد إيها يا أستاذة فاطمة 28 الله يرحمه يربط على قلبك يا رب آمين يا رب السؤال حضرتك بالضبط إيها يا أستاذة فاطمة يعني أنا ساعة أبقى مطمئنة يعني عارسة أنه هو بخير وكده وساعة فيها الأعاد أعيض لما أفتكر وأعيض بس أنا عارسة أنه هو القنط لله يعني رادية بأن ربنا كذبه ورادية بكل حاجة فهي الحقيقة يعني أنا كده هي اللي أتمئنينة يعني وإن شاء الله يصبرني يعني وربنا يستبلي إن شاء الله الخير يا رب فمش عارسة يعني صراحة يعني أنت مش عارفة هل أنت كده مطمئنة أمام ولا حزنك الزيادة ده ممكن يبقى فيها عدم رضا ده سؤالك بالضبط بس بشوفه حلو يعني بشوفه كويس بالمنامه كده يا حبيبتي ربنا يربط على قلبك يا رب وبيجي طمني عليه وكده يعني يا رب ربنا يربط على قلبك كان مصلي كان مصلي يا أستاذة فاطمة ووالله يعني كان بيقطع طيب ربنا يخفره ويرحمه يا رب ودعوتك المستمرة لي يا رب بإذن الله ولو أمكن تتفرجي على حلقة إمبير حكاة عن الموت بتفاصيله فلو أمكن هتفرق معيك إن شاء الله والشيخ محمد هيرد على حضرتك يا أستاذة فاطمة بإذن الله تسلم يا رب ده موضوعنا يا شيخ محمد فكرة إن الإنسان الحزن الشديد هي بتحسى بحزن فقد الإبن وفي نفس الوقت بتقول هل أنا كده مش مطمئنة لا هو يعني والموت مصيبة كما يعني أطلق القرآن عليه مصيبة الموت وخاصة إذا كان الفقد في الإبن أو الإبنة الضانة اللي احنا بنقول عليه يعني فتبقى المسألة صعبة شوية لكن من شوية احنا بنقول أصحاب القلوب المطمئنة في حتة تانية بمعنى تأتي الأحزان وتأتي الأفراح وتأتي التجارب وتأتي الأزمات ويظل قلب المؤمن التقي الورع المطمئن يظل مطمئنا صامدا مملوءا بالنور والإيمان لا مانع أبدا إنه أنا أحزن وأزعل بالبلد لكن لا أفكر في أن أقول كلمة تغضب الله عز وجل ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون فالاسترجاع ثم لكل مننا أجله وهو لازم إحنا نفهم عندما خلق الله الإنسان قدر له أجله ورزقه وما قدر له وقال تعالى في أوائل سورة الحاج ومنكم من يتوفى يعني في مقتبل عمر ومنكم من يرد إلى أرزال العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فكل واحد مننا له محطة بينزل فيها إن صح التعبير كل واحد مننا لازم نفهم ده علشان ده هيهون علينا مصيبة الموت وهيهون علينا هول المفاجأة والفراق والحزن والضنى والأب والأم والزوجة والأخ والشقيق والصديق وهكذا أيها ده كان موضوع حلقتنا مبارح يا شيخ محمد لأن الموت عقيدة ولازم بنحضر نفسنا من قبلها طيب سواب الأم اللي فقدت ابنها يا شيخ محمد أجرها إيه دي عندما تصبر لها أجر عظيم عند الله عز وجل عندما تصبر وتحتسب وتدعو له المغفرة لأنه هي حضرتها والدها راح فين ووالدتها فين وجدها فين وجدتها فين وفين أسيادنا الأنبياء وفين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام وفين أبونا آدم وستنا أمنا حواء اللي جابونا في الأرض دور راحوا فين ده لازم الإيمان بيهون بيهون آه والقناعة تهون أنا لم أبقى مقتنع أنه الأطرة هيجي الساعة كذا واتأخر لكذا ما باستعجلش لكن كني مش عارف الموضوع فده بيخلينه وأنا مش عارف أعود وهكذا قيسي حضرتك كل مناحي الحياة بالزفر فأنا أعلم جيدا أننا ولدنا لنموت وأننا جئنا لنذهب وأننا مهما طال بنا العمر لابد من دخول القبر ومهما امتد الأجل لابد من لحظة اللقاء صغر أم كبر في مقتبل حياتي في متوسط العمر في أواخر العمر هذا الإيمان وهذه العقيدة بطمأنينة القلب اللي بنتكلم عليها تهون علينا المصائب بالزبط يا شيخ محمد القناعات القناعات لكن أنا أونسي الست الفاضلة الله يرحم ابنها ويتجاوز عنه يا رب ويصبر قلبها ويملأ قلبها بالطمأنينة والإيمان والرضا بما قسم الله يا رب يا شيخ محمد ويا أستاذة فاطمة يعني زي ما الشيخ محمد بيقول لحضرتك على فكرة هي الموت مش بننساه لكن هو بيحصل لطف ربنا مع الوقت فهنا عايزين نفعل اللطف ده تفعيل اللطف عشان تحس أنه في سكينة وطمأنينة محتاج بقى علم وذكر مستمر هتشتغلي على نفسك على قد ما تقدري أن أنت تعملي إحلال وتبديل لحزنك والأفكارك دي بالعلم المستمر وبالذكر المستمر وربنا يربط على قلبك يا رب معنا الأستاذة غادة وعليكم السلامي أستاذة غادة اتفضل إذن حضرتك أنا عندي بس سؤالين اتفضلي مع حضرتك بصي حضرتك أول حاجة أنا زوجت من 13 سنة وربنا الحمد لله زقني ببنتين تمام وذوجي روك صليت اللسان وإيده طويلة وقعدت أكتر من 12 سنة بتعذب من ضربه وإهانة وعدم شغل وكل حاجة ممكن تتخيلها قدام بناتي وتأثروا طبعا بكل حاجة وأنا كمان اتأثرت نفسيا وتعبت وجالي أمراض الدنيا كلها والسنة اللي فاتت تعبت من كتر تعبت من كتر الضرب طب أنت ما أخدتش أي موقف في الموضوع دا يا أستاذة غادة كل حاجة عملتها كل حاجة نتخيلها وكمان جنت بخاف أقول أنا أنا عايزة تطلق كل ما أقول أنا عايزة تطلق يقول ده أنت بتعملي كذا ده أنت عايزة كذا ده أنت شايفة كذا دخلت حد من أهله يعني فيه أطرافه تدخل الله تهلهم ويدعيدهم عني ناس وحشة جدا ما لهاش دعوا بأي حاجة الأم تتفرج عليها وأنا بتضرب وتخش وتقفل الباب لو الحقيقة حصلت عندها طيب سؤال حضرتك إيه أستاذة غادة دلوقتي أنا السنة اللي فاتت رفضت خلاص إن أنا أكمل إن أنا مش عايزة أكمل خلاص فطلق يعني هو جاعد من الشغل ومش رادي يسترس علينا فأنا رفضت إن هو يقعد معنا وهو ساب لنا الدنيا ومشي ولا بيبعك لنا فلوس ولا بيبعك لنا أي حاجة ومش رادي يطلقنا سؤالي بقى دلوقتي يعني هل لما خدتت إجراء صح رغم إن أنا بقالت موش سؤالها إيه ما هي بتقول سؤالها دلوقتي اللي عملت إجراء صح اللي هو إيه بالزبط يا أستاذة غادة أنا مش عايزة أرجع تاني خلاص إن أنت قرارك بالطلق بتسألي هنا صح ولا غلط دي حاجة السؤال التاني أنا دلوقتي جالي حالة نفسية من كتر الخوف ومن الضرب والكلام ده ابتدت الحالة النفسية معاق بقالها كده بالزبط خمس سنين تطورت لدرجة إننا دلوقتي بقيت أخاف من الموت ومن المرض وحالة نفسية شديدة أول ما بنامشي وكل حاجة تتخيل لي طب إنتي حاولت تروحين طبيب نفسي لا معنى مكانيتي ما تسمحش إن أنا روحي لده كترة في الوقت الحال وأنا قريبة من ربنا جداً وبصلي وبقى راق ورآن وبعد أتعي ربنا كتير قوي 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 يعني فوق ما تتخيلين فهل المرض النفسي ده فعلم زي ما بيقولوا إن هو قلة إيمان رغم إننا يعني ربنا اللي علم أنا بعمل إيه ولا فعلاً ده فعلاً حالة نفسية من كترة الضغط اللي اتمرت بي 11 و 10 سنة أو 12 سنة طيب أنا بس آخر سؤال عزي سهلهولك هو ابتدى يبعد عن البيت يعني بعيتسي عنه وبقالك قد إيه بالزبط كده سنة بالزبط من أيام العشرة اللي هي العشرة اللي هما قبل زي الحكي يعني بقالك سنة هو سيبق بايد عني هو دايتنا من غير مطريف ولا أي حاجة وأنا أهلي الخير هما اللي بيساعدوني وأهلي وكده لكن ما طلقتيش لا مش راضي طلقني مش راضي بيقول لي أنا عسيرك كده مش مشكلة عندي الطلقة أنا مشكلة ما عندي إني إيه بعد عن أزايا أزايا أنا أزايت نفسياً لدرجة إن بيقول لك أنا من كترة ضربه وكده جالي أمراض الدنيا كلها طبعاً يعني أكيد وربنا يا ربي يقويكي ويصبرك أنا كرهت الرجل دا جداً كرهته جداً 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 مش قادرة أرجع له فحتى لما الناس تجي تقول دا هيشتغل وهيلتزم ويرجع أنا مش قادرة مش قادرة إحنا هنرد عليك يا أستاذة غادة طبعاً في ابتلاقات في الدنيا بتبقى المواضيع سبحان الله قصية قوي والاختيارات فيها مش سهلة حارتك سمعت السؤال بوضوح يا شيخ محمد؟ لا مش سمع بوضوح خالص طيب هي دلوقتي زوجها صليت اللسان وبيضربها ضرب مبرح على مدار 13 سنة مكتش عارفة تطلق منه ملهوش أهل أهله نفس القصوى قالت مكتش عارفة عمل أي حاجة فين وفين قررت إنها تطلق السنة اللي فاتت وهو رفض طلقها بس هو ساب البيت ومشي ما بيصرفش على أولاده ومش بيشتغل فهي بتسأل بقى والشق هل قرارها بالطلق صح ولا غلط؟ الشق التاني إنها جالها حالة نفسية نتيجة المعاملة السيئة والقصوى والضرب فبتقول هل الحالة النفسية دي تتعرض مع الإيمان؟ فخلينا في السؤال الأولاني هل حقا تطلب الطلق يا شيخ محمد؟ إذا كسر الأذى ولا فائدة ولا جدوى من هذا الزوج لا مانع أن تطلب الطلاق وتطلب القلح وده باب في الفقه موجود بس تطلب بحق وحالتها كما هي قالت يعني هي أوذيت وشتمت وضربت وإلى آخر وصبره 13 سنة ولا شيء في ذلك أبدا طيب ده الجزء الأولاني المزء الثاني يا شيخ محمد فكرة أنها بقت حالتها النفسية بتخاف من الموت بتقول أنا بصلي وبقرى القرآن بس عندي خوف مسيطر علي أكيد نتيجة الضرب والمعاملة القصية فهل ده يتعرض مع الإيمان؟ هو لا يتعرض مع الإيمان لكن أنا عايز أهمس همسة بسيطة للأخت الفاضلة بما أنها في أزمة وأزمة شديدة جدا وفي يعني اختبار وابتلاء شديد ومعها أولادها يعني ما هو لازم يا جماعة نحن يعني نتوجه إلى الله في ظروفنا الصعبة إحنا ليه نغفل المولى عز وجل حاشا لله من حياتنا ومن مشاكلنا يعني إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وبعدين إحنا بنقول في فاتحة الكتاب استلم هي حضرتها بالصلي ربنا بارك فيها وتقبل منها في كل مرة نأخذ فاتحة الكتاب إياك نعبده وإياك نستعين حتى إسم البرنامج بتاعنا إياك نعبده وإياك نستعين دي لازم تفعل إياك نعبده نتوجه إليك وحدك لا شريك لك ونستعين بك طب هي التقربة وأني بتصلي هل دي استعانى يا شيخ محمد؟ هي استعانى وتدعو وهي ساجدة لله عز وجل تدعو أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوق حاش لله أن يدعو عبد من عباده أو أمة من إمائه ثم الله تعالى لا يسمع الدعاء سبحان الله السميع العليم البصير فإحنا لازم أنا أوصيها حضرتها بكثرة الدعاء وخاصة في السجود تماما وإذا يسر لها بالليل كنت صلى ركعتين وتسجد تطيل السجود والدعاء وهي ساجدة فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وأستجب دي جواب الأمر اللي ادعوني ادعوني أستجب زي الزرع تحصد زي زاكر تنجح ادعو يستجب لك والاستجابة اللي هو الخير اللي ربنا عارفه مش اللي احنا بنقول عنه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب من كل العباة حتى من العصاة حتى من العصاة قريب وديبوا دعوة الداعي زاد عنه فإحنا يعني نضيب مع حضرتك يعني نصيتنا لها تكثر من الدعاء وهي حقها حقها أن تطلب الطلاق إذا زاد الأذى ولم يتوقف ولم يكن له كبير يرجع إليه والحكاية مش واخدة خطة رجعة لا يجوز لها ولا شيء أفعل لكن لكن تراعي أولادها هل دا من مطلحتيها ومطلحة الأولاد أم لا دا حاجة ترجع لحضرتها بالزبط فزي ما قالك الشيخ محمد أستاذ غادة وهي الفكرة دايما بنقول إشغال العقل دا بيهون طبيعي اللي أنت فيه نفسيا من كتر اللي تعرضت له هيروح مع الوقت ومع الزكر ومع العلم أنت تشغلي بالك وفكرك بالعلم يعني كمان دا بيشغل المخ جدا والعقل جدا عن أن أنت يحصل لك مخاوف زيادة عن اللزوم لكن اللي أنت فيه دا أكيد وضعي طبيعي وإسمحي لحضرتك لا نغفل الأخ الزوج ابننا الزوج لا نغفله من المسألة نقول له اتق الله عز وجل في زوجك وأولادك يا رب يا رب يهدي وإذا دعتك قدرتك على ظلمها فتذكر قدرتها الله عليك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أمسكه لم يفلت أخذه أخذ عزيز مقتدر ربنا يا رب يهدي ربنا يستحلونا يا رب ويدينو الحالي يا رب بإذن الله هنطلع فاصل ونرجع نكمل بعد الفاصل بإذن الله أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية لما نرجع نتكلم عن النفس يا شيخ محمد قلنا الإنسان مكون من خمس أجزاء نفسه قلب وروح وعقل وجسد ممكن نفرق ما بين النفس والقلب والروح إيه التفرق ما بينهم يعني نفهم إيه عن كل واحد يا شيخ محمد هو الإنسان كل لا يتجزأ لكن الله تبارك وتعالى أوجد فيه وأبدع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خطوط إنتاج الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك هو الذي يصوركم في الأرحان كيف يشاء وهو الذي أنشأ لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين فجعل الله تعالى فيه القلب وجعل فيه العقل ومن خلال القلب والعقل تنطلق الأنوار والأسرار في الإنسان فتكون هناك النفس وتكون الروح الروح هي روح للكل روح للقلب وروح للعقل وروح للنفس النفس نفسها قال بعض العلماء الروح هي النفس لا النفس تخالف الروح الله يتوفى الأنفسة حين موتها الأية دي من الأسئلة المهمة اللي عايزين نتكلم فيها الله يتوفى الأنفسة حين موتها لما يجيه للموت يموت طبوا لما ماتوتش اللي احنا موجودين ربنا يديكم الصحة والعافية والتي لم تموت اللي لسه ما ماتتش في منامها أي يتوفاها وينائمة هو إلف الابن يتوفى ويموت يا شيخ محمد مقررين في أي وحدة الله يتوفى الأنفسة حين موتها أي حين حينونة وفاتها وموتها والتي لم تموت لأنها لم تتوفى بعد معنى توفى يعني يعني في اللغة توفى غير توفى يعني لما الفقير إلى الله أنا أموت بفضل الله ما يقولوش علي توفى فلان توفى بالبناء للمجهول توفى من توفى؟ الله توفى يعني إيه؟ يعني أعطاه أجله ورزقه وما قدر له ليس له نصيب في جرعة ماء بسيطة في نقطة ماء ولا نقطة ماء من البتترب في هنا وإنه ولا نقطة ماء ولا بزء من لقمة من آسف اللي بنرميه هنا هنا ولا ليك حاجة خالص يعني كأنه وفى رزقه؟ وفاه وفاه ما له فقد كتب عليه وهو في بطن أمه أجله ورزقه وما قدر له فأعطاه الله تعالى المتوفي لهذا الإنسان الذي توفي فهو متوفى أخذ حقه كامير خلاص أخذ حقه يبقى الله يتوفى الأنفس حين موتها وقت خروج روحها لأن الروح إن خرجت مات القلب ومات العقل وماتت النفس وماتت الأعظم كل شيء فالروح القاسم المشترك الأعظم اتشالت الفيسة نعم هي المظلة العظمى حياك الله هي المظلة العظمى لكل هذه الأمور والتي لم تموت اللي لسه ما ماتيتش احنا صحينا هو وبنيجي النام بالليب في ناس كتب عليها الموت وهي نايمة فالأرواح اللي راحت عنده ربنا يمسك التي قضى عليها الموتى ما يرجحك للجسد يجي نصحين يلاقي ميت بنصحي الصبح يروح الشغل يلاقيه متوفى يبقى والتي لم تموت في منامها أي يتوفاها في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى سبحانه وتعالى عنده ويرسل الأخرى لصاحبها الجسادة بقى إلى أجل مسمى فهنا الروح عندما تخرج مات القلب ومات العقل وماتت النفس وماتت كل شيء فده الفرق الجذري بين الروح وبين بقية ما نذكره ربنا لما اختص بالنفس يعني اختص بالنفس حاجات كتيرة قوي يا شيخ محمد أولها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال هنا النفس المقصود بألهمها فجورها وتقواها وهو النفس الملهمة اللي هو احنا بنقول عليها من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلم تجد له ولي مرشدة ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يتصعد في السماء فالإلهام يأتي هنا بقى اللي احنا شايفينه مؤمن وكافر فمنكم مؤمن ومنكم كافر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يبقى الله تبارك وتعالى خلق كل شيء وأوجد كل شيء وبقدرته يأتي كل شيء ويذهب كل شيء فهنا بقى اللي حضرتك بتتكلمي عنه إنه الله تبارك وتعالى ألهم أنفسا تقواها فأتقت وألهأ ما أنفسا أخرى لم يرد لها بالهداية فألهمت الفجور والعياذ بالله والله لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون والمرة الفات تكلمنا عن حكاية القضاء والقدر الحلقة المفرغة وسلسلة المفرغة بس ده حاجة نزلة كأنه في السيستم أو في النظام بتاع النفس نظام يكون إن فيه الاتنين الفجور والتقوى جواه نفس كل واحد بص يا ستنا والكلام السادة الأفضل المشاهدين والمتابعين النفس واحدة وتتقلب هي فكلما تقلبت تنوعت بمعنى يا شيخ محمد النفس التي فيها الروح بتموت وتصحى وتأكل وتشرب النفس واحدة مرة تبقى مطمئنة ومرة تبقى راضية ومرة مرضية ومرة أمر بالسوق ومرة ملهمة ومرة لوامة ومرة مطوعة ومرة مسولة فهو هي النفس هي يعني الفقير الله هو أحياناً بيجي من المود الإيماني ببقى يعني التجليات ودموع نازده ومسك السباحة وصله وأحياناً بيتقلب الحال لحالة تانية ونرى هذا فالنفس في حقيقتها هي ذات فيها كل حاجة ذات فالله تعالى عندما خلق الإنسان ونفق فيه من روحه تبارك وتعالى وأوجد فيه النفس الله يتوفى الأنفس وإحنا قلنا لما تطلع الروح كل الحكاية خلاص إذن فالنفس هي هي لكن صاحبها يتقلب القلب يتقلب إيه اللي بيتحكم في النفس أخطر الفجور ولا التقوى لا هو اللي بيتحكم في النفس القلب والهداية الربانية هل هو ملهم بتقوها ولا ملهم بفجورها والعياذ بالله وطبعاً زي محارك وضحت الحلقة اللي فاتت دا مرتبط بسعي الإنسان بسعي الإنسان طبعاً فالإنسان يكون مطمئناً إمتى الذين آمنوا زي ما ذكرنا الآه الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بإيه بذكر الله يعني مش كده لا بذكر الله وذكر الله قوانين الله يفتع على حضرك ذكر الله أقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام رمضان وسبح وذكر وحمد وشكر وأحسن إلى الجران وأحسن إلى الوالدين وسعى في الأرض ليس سعي فساد وإنما سعي إصلاح وده الكبد الله يفتع على حضرتك يبقى دابة أههلة خد المؤهلات اطمئننا اطمئننا مع إيمانه العقائدي يعقد وسميت عقيدة لأنها عقد بين الإنسان وربه في قلبه يعقد في ضميره وقلبه أن الأمور بيد الله هو يجاهد ويكافح ويسعى وإذا ما غيمت الدنيا أهلا بيها ما اطارت خير وبرك جات الشمس خير وهكذا فالنفس واحدة وتتقلب النفس حسب ظروفها حسب ألهمها فجورها وتقواها دي فتكون مطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية يبقى الآن جابت ثلاث أنفس النفس المطمئنة لما ترجع إلى الله راضية مرضية راضية ده يتمفاعل يعني هي راضية بما أعطاها الله مرضية أي مرضية عنها من قبل الله عز وجل طب ممكن تكون ام تأمرة بالسوء لما تلهموا العيادة بلا الفجور بيبقى شغال على طوز ذي الحالة اللي من شوية كنا بنتكلم فيها واحدة ما ليشتم ويضرب ويسيء ويسيء ويزم ويشتم ويسرق ويه كذا كذا ويه الدنيا ده الحجور هو اللي تملك من نفسه نعم نعم والله تبارك وتعالى قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين الطريقين احنا قلنا له أهو حتمشي من هنا في خطر تمشي من هنا مفيش خطر انت حر بقى اللي يمشي عكسي حتاخد مخالفة مشيت عكسي بمزاجك حتاخد المخالفة وهكذا وهكذا فالنفسه اللي أنا عايزة أقوله لحضرتك وحضرات السادة الأفاضل النفسه واحدة لكن يتقلب عليها هذا الايه هذا التغيير الطارئ فتكون ملهمة بالخير وتكون والعيادة ملهمة بالفجور وتكون أمارة بالسوق وممكن تتقلب في ساعة واحدة واحنا شايفين الايام دي واحنا لا ايه مش عارف ايه بعد ساعة لا ايه ايه شايفين بعنينا فهذا التقلب لا يأتي من القلب فقط بل من النفس أما الروحه فلا قيمتها ووقارها وأنوارها وأسرارها ما هي بقى يا شيخ محمد دي الوصل اللي بيننا وبين ربنا اللي بيخلي الإنسان يعرف يختار صح يختار طريق التقوى كل ما بقى موصول بالله بالعلم بالذكر بالصلاة هو دا اللي خليني ان انا اقدر اختار التقوى عشان نأكد على كلام حضرتك احسنتي تشريحا وطبيا الحيوان له قلب تماما وكل كائل له قلب وانا كإنسان ليه قلب بقول الجزار ما تحط ليش حتة قلب حطي لي حتة قلب فيه قلب ايه اما اكبح الدبيحة عادة كنت بقول شوف القلب اللي هو الجزء اللي فيه آلة الضخوة لا الانسان كرم ولقد كرمنا بني آدم فاعطي مع هذا القلب هذا العضو الذي يضخ الدم في الأورطة وفي التاج اعطي اللطيفة النورانية اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي يختلف الإنسان وبها عن سائري الكائنات ونفخت فيه من روح الله يفتع على حضرتك خلاص جاءت هذه النورانية فكلف الإنسان أمر ونهي وعوتب وأثيب وأعطي الثواب وتعيد بالعقاب من منطلق هذا من منطلق العقل والقلب الواعي القلب الواعي الحيوان له قلب لكن أنا ليه قلب لا القلب هنا يختلف بها القلب هنا له عقل الحيوان ملوش عقل حيوان لمخ آه وفيه الراجل اللي فاتح محل المخ بيقل المخ وبناكل المخ لكن مخ إيه مفهوش النورانية الربانية التي وضعها الله في الإنسان تكريما له عن سائر الكائنات وهي اللي فيها البصيرة والغيبيات والإمام والكل المعليم وإستعى لحضرتك وإستعى لحضرتك أمانوا قوء أنفسكم وأهليكم نارا نعم فكرة هنا الوقاية يا شيخ محمد يعني عشان بس نقول إطار عام وهنبتدي عليه بقية حلقتنا بإذن الله الوقاية أن يتحر الإنسان المسلم المؤمن التقي والورع اللي عايز ربينا وعايز الأخرة أن يتحر لقمة عيشه أن يتحر جرعة الماء أن يتحر كل ثياب كل فراش كل غطاء له ولأولاده ولزوجه أن يكون من حلال وبما يرضي الله قوء أنفسكم قوء دفع الأمر قي لكن لما جامع قوء أنفسكم أنفسكم ده مفعول بي يعني كلها دي بتزيب نفسه الأول وأهليكم أيها طبعا أنا مسؤول أنا مسؤول عن أولادي وزوجتي وبيتي أنا مسؤول لكن لابد وأن ما ينفعش زي المقاول اللي بيجيب بدل من يحط رملة يحط طراب وبدل من يحط سيخ حديد كويس وحط سيخ حديد قديم مصادي يبقى المبنى بعد ما يتبيني يهيل على بعضه يبقى أنا ما بنشي صح أنا الفقير إلى الله كأب بتكلم عن أي أب فينا وأي مسؤول بابني بابني أولادي أبنيهم صح ولا غلط أنت حر بقى وده الملف اللي فات كله ما يتقل حضريتك عايز تبنيهم صح عايز تبنيهم من حلال عايز تخليهم أتقياء علشان يبقو لك صدقة جارية بعد موتك هم مددك بعد موتك وده اللي اللي كنا دايما بنأكد عليه شيخ محمد اللي هي دايما بتيجي أنفسكم قبل أهليكم إنه هو أنت مش هتعرف شوف يا ستنا قد تأتي الهداية لابن رجل غير تقي ولما تقول في الحديث مثلا عن سيدنا عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل لعنه الله قال صلى الله عليه كذا كذا شوف شوف الكلام شوف الإجار حتى فين لما ينجي عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكف يجي ابن عبد الله صحابي جليل يجي سيدنا نوح عليه السلام وابنه يموته مع الكافين وزوجته طبعا هي دي في نهاية بناخد بالأسباب القطر وقوانين الدنيا بالضبط والهداية لكن علشان ما نظلمش الأجيال علشان فيه ولد أو بنت حس أن باباها أو والده مش حل طب هتعمل ايه دي دي خلاص هتضيع لا ما تضيع ولا تدر وزيرة وزيرة أخرى لكن هذا الرجل يحرم من صلاح ولديه إن كانوا صالحين اللي هو بناهم من حرام واللي هو غزاهم من حرام واللي هو عيشهم في الحرام وسكنهم في الحرام ولبتهم الحرام ما ينفعش ما ينفعش إذن اللي عايزين نرجع له تاني النفسه أمارة بالسوق لكن ممكن تأتي لها الهداية تأتي لها اللطيفة النورانية فتعولها إلى لوامة بمنهج ربنا بمنهج ربنا وبهداية الله عز وجل يعني يقول لك أنا كفياني ما أنا عملت كذا كذا ما أرجع بقى أدخل المسجد بقى كفاية كده تأتي الهداية وفي ناس تظل على ما هم عليه وعلى ما هم فيه والعياذ بالله إلى أن يلقوا ربهم وهم في عناد مع ربهم وهي والذين جاهدوا فينا يا شيخ محمد لنهدي أنهم سبولا والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولا الجهاد يبدأ من القلب ويبدأ من الضمير الصاحي ومن العقل الراقي وعندما تطمئنه النفس يأتي كل خير وعندما تكون النفس لوامة لوامة يعني ده قالوا أن أفضل الأنفس النفس لوامة لأن بيدها كل خير ولأن بيدها كل خير ولأن بيدها وعن طريقها كل صلاح بترجع بتعرف بتلوه أيوة لوامة بيلوم نفسه عنده حياء خايف من ربنا وبعدين برضو حتى لو خاف من الناس تلومه برضو ده مش وحش يعني حاجة مطلوبة أن يكون الإنسان في سيرة طيبة وفي حياة طيبة النفس اللوامة لكن لما تكون أمارة بالسوء والعياذ بالله لما تكون ملهامة بالفجور والعياذ بالله فهي النفس واحدة لها روحها ولها قلبها ينطلق كل شيء من القلب القلب ده بقى هو بيته العز وبيته الكرم وبيته الرضا وفي العكس إلا من أتى الله بقلبه آه وبالعكس ممكن يكون بيت كذا وكذا كذا والعياذ بالله هي كلها حلقة موصولة ببعض يا شيخ محمد موصولة ببعض ومع ذلك لما سؤل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول عن الروح جاءت الإجابة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الله يبارك في حررتك يا شيخ محمد هي دي كانت مقدمة لسلسلة الحلقة إيه هي النفس وهنتكلم بكل المعاني دي إن شاء الله بالتفاصيل من خلال الحلقات الجاية بإذن الله ألف شكر لحررتك يا شيخ محمد كفاية بركات حررتك ونورا نياتك والله الله يبارك في حررتك شكرا جدا لحضراتكم شوفكم بكرة على خير بإذن الله شكرا جدا لحضراتكم